انا متجوزة من 2017 فترة خطوبتي كانت سنة ونص وفي الوقت ده لقيت ان جوزي كان بيراسل حد على الانترنت وشات مش كويس وعلاقة مش كويسة وصور لا طليق ولما واجهته تأسف واعتذر وعيت وقال لي سمحيني واتفقنا انه يقرب من ربنا وبالفعل فضل حلو وكويس جدا ده حد ما اتجوزنا في 2017 قعد معايا سنة خلفت ولد عنده 6 سنين حاليا سافر برا مصر وسبهولي وهو 30 يوم حصل خلافات كتير خلال السنة دي بسبب صهر للفجر واكتشفت انه مضمن افلام اباحية وبقى يشرب مخدرات ابتدى من الحبوب لغيره بقى بدأت ادخل اهله كانوا غير راضين عن افعاله حرفيا ما حصلش بيننا علاقة غير 5 او 6 مرات طول السنة دي كنت بتكسف اتكلم مع اهله في الموضوع ده لحسن يشوفوني بطريقة غير مستحبة سافر ونزل وابنه عنده 8 شهور انا فضلت في شقتي زي منا حصل مشاكل بسبب راجل في العمارة عندي عمالي رازي فيا وعامل اكاونتات فيك وبعت لجوزي ان مراتك ست مش كويسة وبتاعت رجالة وقتها نزل بهدلني وحلفت له ان عمري ما خنته ولا دخلت الشر بيتي في يوم رغم ان باقي العمارة تشهدلي ان في حالي مع ابني نزل مفاجأة وحصل بيننا علاقة وقال لي انا متأسف واعتذر وخلاص صحيت الصبح انزل اجيب اكل في البيت رجعت لقيت واخد ابني ولم هدومه وغير كلون الشقة بقوله دي شقتي وابني خدته مني بعد بهدلة على السلم وطلب النجدة وتبلى علي اني خينة واني ده مش بيت الزوجية بتاعي وفي الاخر اتعرضنا على النيابة زي ما يكون وكيل النيابة ده كان ربنا موكلهولي وداني اني اعمل كشف طبي انه يثبت ان عمري ما عملت غلط وبالفعل وفقت وروحت واثبت ان فعلا ما فيش حد لمسني والكنيسة اتطلعت على ده وكان سيدنا على علم بالموضوع حدد لنا جلسة في المجلس وهناك فضل يعيط للاباء ويقول لهم صدقوها فاي حاجة تقولها عني هي استحملت معايا كتير وانا كنت عاوزة مفصل ساعتها جوزي صعب علي وبيتي وابني وحياتي ليه تتهد ورجعت وسمحت بعد ما مضى على تعهد في حاجات بعدا فعلها تاني عيشنا بعدها احلى شهر في حياتي وبعدها سافر وكنا راجعين من القداس انا وابني وبرن عليه عشان اتطمن عليه هو مش بيرد يومين وانا كنت على خلاف مع اهله بسبب المشاكل اللي حصلت وقتها لجأت لهم عشان اسأل عليه وهو وكلمهم وبتطمن يعني يتطمنوا عليه ولا لأ قالوا ما نعرفش عنه حاجة عدى اربع ايام وانا قلقان عليه اني مش عارفة وصله ومش مع حد معرفة اكلمه حتى في الاخر يعني اتبلغنا انه تم القبض عليه في قضية تحرش ببنات اقل من 18 سنة وبالتالي دخل استجن الفيدرالي وتحكم عليه بعشرين سنة فيدرالي ده اه الفيدرالي اه غالبا اتحكم عليه بعشرين سنة اهله ما سابوناش متوليين مسئوليتنا بس دايما بفكر في الانتحار واني اعمل حاجة في ابني ونرتاح تعبانة قوي وما حدش بيطبطب علي ولا بيدعمني ولا كأني متحملة شيء عايشة كأن ده فورد علي مليش حتة روحة مش معرفة اهلي حاجة لانهم هيشماتوا فيا لانهم ما كانوش موافقين بي عشان مستوى اعلى مننا ومن ازواج اخواتي ممكن تقولي حاجة تقويني انا بحبه وعاوز بيتي وبحلم يجي انه يجي واني اعيش احلى ايامي معه تاني ويربي ابنه اه غير دايما سؤال ابني عليه ما نعرفش عنه حاجة ولا بيتواصل معانا وفقد الامل في الحياة ومحتاجة كلمة منفعة منك يا ابي انا متجوزة وعندي 22 سنة وهو 32 سنة مضمون الرسالة غريب بالنسباني حاجة زهل بسي نانسي البداية ما كانتش مبشر بمعنى اكتشفت لما بتتكلم انه قبل الخطوبة اكتشفت مرسلات شات مش كويس علاقة مش كويسة كلمة علاقة دي مش مجرد كلام مكتوب ولا صور يعني ممكن تبقى ما هو اكتر بدلين ما كانت بقى قالت وصور لا طليق كنا قالت شات مش كويس وصور لا طليق يعني في كتابة مش كويسة وصور مش كويسة ولما تقول علاقة مش كويسة يبقى هنا تأكد انها لعلاقات جسدية اي اي ان كان بس دي بحلل ان الكلمة دي تعني علاقات جسدية لان كلمة على الشات وكلمة على الصور يبقى ايه العلاقات ده حيوه يبقى هنا في فعل وبعدين لما اكتشفت اعتذر وبكى وورا اخره زي ما قيلة وبقول فضل حلو حتى الزواج فبرضو انا يعني هو فتر الخطوبة بيعمل كده غير انه كان بيعمل كده قبل الخطوبة رغم ان انا رفت تماما الغرق في الكلام ده بيبقى محتاج غسيل جتوبة وا وا والاعتذار ليس الحل ولكن انت اكد من طبته ونقوته هو الحل انا بقول لبناتي مش عشان بكى واعتذر يبقى خلاص بقى كويس صح انها ما تاب ولفترة زمنية والكنيسة اكدت طبته اقول اه او لا بس واضح انها كانت صغرة في السن والشيء العجيب جدا اهلها نسوا عين او انا عجبني سبب رفض الاهل انه اعلى منه مع انه في العادي هيوفقه يعني انا سعيد او بالاهل دول قالك انه اعلى منهم واعلى من الجواز اخوتها فبرضه يعني مش عايزين حد اعلى منهم واضح انه هو امكاناته المادية عالية بيسافر وبروح وبييجي وبيلخبط اه وبعدين لما رجع بعد الزواج انا حلخص الموضوع بقى بعد الزواج ادمان مخدرات ادمان افلام ابحية وما صدق ان الراجل اللي بيرازع عليها ده انه رح ماسك في الموضوع ورح ماشي واتهمها بالانحراف رغم انه اسقاط بصدق لها حاجة عايز ينفصل اه ويبرر للنفس اللي بيعمله ولما راح قدام سيدنا اقر واعتذر وقال صدقها في كل حاجة وقال ليها تحفز على حتة انه مفحصوها طبيا يعني دي ايه انا اقشها بعدين مش دي القضية يعني وبعد نسافر ومحدش عارف عنه حاجة والمشكلة بقى انه تسجن عشرين سنة بسبب التحرش لأقل من 18 سنة عشان كده الاقوة بتبقى موت الشديدة قوي الشيء الايجابي هنا حاجتين الحاجة الاولى ان اهلها متولين مسئوليتها هي اهل هو اهل متولين المسئولية يعني اهله سند مالي يعني يعني هم اللي بيصرفوا عليها وعلى ابنها وده شيء ايجابي يعني انا بشكرهم عليه العمر التاني انها لازالت بتحبه بس الامر المقلق العبارة اللي بتقولها انها فقدة الامل في الحياة وعاوزة تتخلص من حياتها وابناها كمان بس يا بنتي اتخلصي منه وما تتخلصيش من ابنك اتخلصي منه وما تتخلصيش من نفسك طب انت ليه الدنيا سودا قدامك رغم انك بتحبيه محتاج حد في حياتك فاذا كنت انت محتاج حد في حياتك ومش قادرة تعيش كده من غير زوج وما يشبعكيش انهم بيصرفوا عليك وبيهتموا بيكي من حقك تطلبي طلاء وتنتظري اذا كان ربنا يبعث لك زوج اخر يعني ده حقك اما اذا كنت قادرة تحتامل الوحدة وترتبط بربنا وتعيش في حدن ربنا والكنيسة وتربى ابنك في حدن الكنيسة وبتشكري ربنا انه اهله بيصرفوا عليكي عيش كده انما عشان تبقى تعيشي حياة مش قادرة تعيشيها اقولك لقى من حقك تطلوب الطلاق لان ده ممكن اصلا يوقح في غلطات تانية ما هو انا اخشى مش الاخطاء الجسدية او العاطفية انا اخشى انها تعمل حاجة ايه بالضبط فانا عايز اقولها عشان كده اقولتلك اتخلصي منه خلصيش من نفسك ولا من ابنك صح فبنتي اذا كان لرابتك باهل والفلوس وانت غصبا عنك بتضغطي على نفسك وانت مش قادرة لأ نصيح تريكي من حقك تروح ترفع عديد طلاق ويروح لسيدنا اللي انا بشكر انك قعد معاك وسمع منك ويقدر يساعدك في انك انت والنهار ده الحكم عليه بالسجن 20 سنة للتحرش بمنات 18 سنة كافي جدا انه يديكي التضطيق وتقدر ترضي تصريح زوك انا اتمنى تكوني سمعتي واتمنى تكوني اقتنعتي هي عايزة ايه اه انا اللي قلقني انها عاوزة تعمل في نفسها حاج لغم انها بتحب وعايش على رجاء انه يجي بعد 20 سنة او نص المدة ما هو مش هي قبل النص المدة اذا كان فيه نص مدة يعني وموضوع التحرش بالاطفال ده في الخارج موضوع صعب وكبير اه صعب جدا